المباراة الرايد والشباب بقيادة فيصل البلوي نشوف الآن الحالات المباراة الرايد والشباب الحكم فيصل البلوي، بدر الشمراني وفهد العمري الحالة الأولى عندنا الدقيقة عشرة دقيقة عشرة هنا مطالبة لعبين الشباب بركلة جزا نشاهد الآن لعب الشباب بسيطة لعب الكرة ومطالبتهم بتعمد لعب الكرة باليد ولا يوجد أصلاً أي لمس ولو حصل حتى لمس لم يكن هناك تعمد في لعب الكرة باليد موقف الحكم سليم كان زاوية الرؤية واضحة ولم يكن هناك لعب الكرة باليد متعمد وقرار الحكم صحيح هو استلامها باليد؟ باستمرار اللعب هو استلامه باليد الكرة؟ اللعب المدافع لا بالصدر بالصدر؟ بالصدر كانت لكن مطالبة اللاعبين بركلة جزا للشباب قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب ولا يوجد أي تعمد في لعب الكرة باليد حالة الثانية دقيقة 19 ركلة جزا نشاهد الآن هنا ركلة جزا للشباب نشاهد الآن هنا حين الآن نلاحظ مسك من المدافع للمهاجم وركلة جزا صريحة لم تحتسب لصالح نادي الشباب بالدقيقة 19 وموقف الحكم تعرف ركلة أثناء تنفيذ ركلة الركنية موقف الحكم سليم جدا وزاوية الرأي واضحة ولكن ما مدري خانه التقدير كانت يجب احتساب ركلة الجزا شوف الحالة قدامه واضحة جدا ما في تقريبا ثلاثة متار فلكن تقديره ما كان صحيح ويجب احتساب ركلة الجزا لصالح الشباب دقيقة 19 نشوف الحالة الأخيرة طبعا دقيقة 84 نشوفها الآن هنا الآن هنا نلاحظ موقف الحكم برضو سليم على القوس دول لاحظة الحكم هناك دفع ودفع سريع كان الآن نشاهد هنا هنا أوضح نشاهد الآن هنا دفع هنا وركلة جزا أيضا للشباب لما تحتسب لصالح الشباب هذه الآن نلاحظها دفع وركلة جزا مجملا فيصل بلوي طبعا المباراة تأثرت بنتيجه انتهت تعادل ركلتين جزا للشباب لما تحتسب أنا تبعت المباراة هذه كاملة فعلا يعني تأثر انتيجة المباراة وقرار مؤثر والحكم يحصل على سبعة ونص درجة متدنية في هذه من ضمن المباراة اللي كنت أتكلم من فيها أن الحكام السعودين لم يوفقوا في هذه الجولة للأسف يعني نعم نعم قرار القادسية والاتحاد كانت بقيادة خالد صلوي وعبد الرحيم الشمري وهيشام رفاعي نشاهد الحالة الأولى بالدقيق واحدة ثلاثين نشاهد الحالة الأولى ركلة جزا بتهور يجب اندار طبعا ركلة جزا صحيحة وقرار جري واحتساب الحكم ركلة جزا واضحة وصريحة ويجب اندار المدافع للتهور طبعا الحكم ما منح اندار يجب انداره ويعني يجب أن يساعده الحكم مساعد ثاني أمامه واضحة كانت ركل بتهور ولم يمنح الحكم سوى ركلة جزا نشاهد الحالة الثانية حالة الثانية دقيق ستة وربعين طبعا هنا مطالبة لاعبين القادسية باحتسب ركلة جزا نشاهد الآن وعلق عليها طبعا دخل بين المدافعين تنافس طبيعي ولا يوجد أي مهاجمة ولا ركل تنافس طبيعي واندفاع من اللاعب وسقط اللاعب من نفسه وقرار الحكم باستمرار اللعب هو القرار الصحيح نشاهد الحالة الثالثة هذه الحالة الثالثة هنا مطالبة لعبين القادسية بركلة جزا نشاهد الآن نشاهد الآن الحالة ونشاهد قرار الحكم صحيح أم لا طبعا لو نشاهد نسخة من ركلة الجزا المحتسبة للاتحاد ركل بتهور ولكن هذه المرة لم يحتسب الحكم أي قرار وترك اللعب مستمر وهذا خاطئ يجب احتساب ركلة جزا واندار للتهور والحكم مساعد نفس الحكم مساعد كان يجب يساعد الحكم في مثله الحالات الحالة واضحة أمامه نشاهد الحالة الأخيرة هذا هنا نشاهد الحالة الأخيرة أيضا هنا مطالبة لعبين للاتحاد باحتساب ركلة جزا نشاهد الآن بأكثر من زاوية نعلق عليها الآن هنا برضو مهاجمة بتهور وركل بتهور من الحارس المرمى وركلة جزا للاتحاد لم تحتسب ويجب اندار حارس المرمى للتهور ونشاهد الآن ممكن هذه الزاوية هذه أوضح زاوية الحارس صاد الكورة طبعا الآن نشاهده هنا ركل بتهور ويجب على الحاكم هنا أنا ممكن أوضح زاوية هذه الآن نشاهد الآن هنا قدم الحارس اليمين نشاهد الآن هنا حصل ركل بتهور ويجب احتساب ركل الجزا طبعا لو نلاحظ الآن هنا ركلتين جزا لم تحتسب أيضا هنا نتيجة المبرات تأثرت بهذه الاخلال عندك لاحظة يا كابتن تفضل أنا كنت أقول مع الحارس كانه يعني استطاع أن يضرب الكرة وبالتالي الأخير ولو حتى لو حصل على الكرة وحصل على لعب القدم المدافع يجب احتساب خطأ لكن لعب ما صاد الحارس ما صاد الكرة هنا الآن على القدم لسار للمهاجم هنا الآن شاهد الآن هنا حصل المهاجمة واضحة والكرة يعني طبيعة الحال بعد بعد الإعثار حصل لعب الكرة طبعا سبعة ونص قرار يعني فعلا حكام السعودين ما أدري الجولة هذه وش الوضع بالضبط وش توقع أنت يا كابتن على الحكام السعودين يراجع عنهم في السم وش توقع أنت يا كابتن ليش الحكام السعودي يواصل لها المستوى يعني كل تقييمك سبعة ونص ثمانية ما أدري طبعا الجولة هذه لو نلاحظ جميع حكام النخبة لم يسندوا إليهم مباريات حكام النخبة كانوا في أسبوع كامل في دبي حيث تجمع الحكام آسيا حكام النخبة فجميع الحكام الآن هذه حكام درجة أول حكام الساحة نعم مطاعمين بالحكام المساعدين حكام الدوليين يمكن هذا شوي سوى درب لهم ولكن لو نلاحظ الآن في ضعف فعلا بتطبيق فعلا ركلة الجزاء من عدمها نعم يعني فعلا ما في ثبات يجب يعني نتمنى إن شاء الله الجولة القادمة أنه يكون في ثبات وتركيز شوي على اللعبة العنيف بالذات اشتركوا في القناة